اخار loŋ Continua Simplash صراحة كتير مبسوط وصلت لـPRIAM13 ولا ما بتشاكم برقم 13 طلعت كذا طالع 12 مرة على المسرع وكتير مبسطت وكتير قدمت اشيئش aconteceu أكيد بعض الأشياء بس أنه بها المرحلة شوي دقيقة ويمكن أنا غلطت بها المرحلة بس صفا أنا ودينا صح أصحاب ومن الأشخاص من الأشخاص اللي كتير قرب علية حلوة بس أكيد تنتهي صعبة بس أنه حلوة هيك ثلاث أربعة أيام حسين حالنا اثنينتنا بخطر حسنا نتقرب بعض عبعد أكتر صراحة أجمل ذكرة كانت كل برايم إلو شي طعمه بخاص وذكرة حلوة بكل برايم صارت مع كل فنان طلعت فيه وكل طبلو قديته صراحة آخر برايم كان قلو طعم خاص وذكرة بقيت براسي كتير بس نزلت على المسرح مع فارس وكنت مبسود من البرفورمس طبعي سمعت منه كلمة كتير حلوة وعطتنا إيجابية لأرجع الأكاديمي بقوة وحتى تبقى معي ذكرة لحياتي بعدين سمعت منه كلمة كتير حلوة وكانت ذكرة عزيزة على قلبي كتير صراحة كنت حيبي بغني غنية للبنان لحيرجع كنت حيبي بغني برايم بس لهلأ لبرايم 13 ما سأبني الحظ بدي أقول لها كل اللي بيحبوني بكل عالم العرب و بكل عالم وخصوصاً بلبنان بدي المسرح نهار الجمعة كأنه يعني قد ما فيكم نكونوا كتير نهار الجمعة قد ما فيكم نكونوا كتير لأنه لو شو ما كان فلات ولا بقيت عبالي ومبصت بالمسرح تكون قنانة لها نهار واحد و تكون المسرح كله إلي وبحبكوا شو بدي قول لها دينا؟ بدي قول لها أني بحبها كتير و تلطع وشرت لأربعة شهور سواء كان كتير حلوين و من أكتر أشخاص كانت قريبة إلي و حبني مظبوط حبني من قلبه و أنا بحبها كتير و لو مما ظهر ما خلصت على إطنا بالأكاديمي بقول له له رفايال شد حالك لو شو ما صار هالجمعة كفة بهذا العزم و هيدا الإصرار و أنت وصلت حالك لهالمرحل يعني فيك توصل حالك لمراحل بعد لقدام أكتر و كون أقوى من هيك بآخر مرحل اللي بطاعت فيها 13 ستفا بشوفهم برافايال حنون قلبه طيب قريب للقلب بيساعد أصحابه بيحب من قلبه ما بيحب يشوف حدا زعلان بيحب أنه لكل يحبوه بيحب يوصل جدع مرح طموح و صوته حلو و حضور و الصوتولي على رقم اثنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة